بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ولتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن وله بعد انتشر هذا أيها الكرام الفضلاء ما يسمى ببخاخ الوضو ومعض الناس يعني يقول لأنه الحمامات بعيدة وكذا ونحن في الحرام وكذا فأتي المثل هذا كما ترون أنتم هذا يسمى مسح وليس غسلا لابد أيها الكرام الفضلاء يجب إسالة الماء على العضو في الوضو يجب إسالة الماء على العضو في الوضو هنا الماء ما سال كما أنتم رأيتم عبارة عن سبري عبارة عن بخ عبارة عن رش ثم ماذا حدث هذا يسمى مسح هذا يسمى مسح وليس غسلا أيها الكرام الفضلاء والدليل في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وهي أصل في هذا الباب يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالغسل هو جريان الماء على العضو جريان الماء على العضو فكل الأعضاء تغسل والذي يمسح وماذا هو الرأس وهذا كما يظهر هنا الآن هذا يسمى مسح وهذا لا يرزئ وهذا إجماع عند أهل العلم لا يرزئ في الوضو به وفي شرحه على صحيح الإمام المسلم وبه قال الإمام البهوت رحمه الله في دقائق أولي النهى يجب الغسل ولا يرزئ المسح وبه قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه وبه قال الشيخ بن عثيمين وهذا لا يعرف له مخارب بين أهل العلم اللهم مرحم أبي وأخي وعمي وجوحة المسلمين على أطاعتك أحفظ والدتي ورزق النبي رأي ربنا تمت حروس صوتي في ليلة الخميس لثماني عشر قلون من رمضان لعامي خمسة واربعين واربعين تلف بن جرس العدنان عليه الصلاة والسلام